العملية الثانية من عمليات منشأة المغاسل الآلية في يوم 2-1 اشترت المؤسسة مبنى بمبلغ 100 ألف ريال ليكون مقرر للشركة وتم دفع القيمة لصاحب العقار بشيك مسحوب من حساب المؤسسة بالبنك والمطلوب كما هو في العملية الأولى إعداد معادلة المحاسبة ثم إعداد قائمة المركز المالي نلاحظ أن هذه العملية قد أثرت على معادلة المحاسبة على النحو التالي إيجاد استخدام جديد لأموال المنشأة وهو امتلاك المبنى بقيمة 100 ألف ريال في نفس الوقت فإن هناك استخدام للأموال التي كانت موجودة لدى البنك كان البنك به مبلغ 800 ألف ريال عندما تم سداد قيمة المبنى بـ 100 ألف ريال فقد تم تخفيض استخدام آخر وهو البنك بدلا من أن يصبح 800 أصبح الآن مبلغ 700 ألف ريال نتيجة المبلغ الذي تم سحبه من البنك لشراء المبنى بناء على ذلك بينما أن جانب مصاطر الأموال لم يتأثر بهذه العملية وبالتالي فلا يوجد به أي زيادة أو نقصان بناء على ذلك فإن معادلة المحاسبة تنص على أن الأصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية الأصول الآن لم يقعد أصلا واحدا وإنما أصبح أصلين أو هناك استخدامان الآن الاستخدام الأول وهو المبلغ المودع بالبنك الذي كان 800 ألف أصبح الآن 700 ألف وأصبح معه استخدام جديد وهو المباني بمبلغ 100 ألف ريال كذلك الخصوم لم يوجد خصوم بعد في هذه المنشأة ثم حقوق الملكية تمثلت فقط في رأس المال وهو مبلغ 800 ألف ريال نلاحظ الآن أن مجموع الجانب الأيمن يساوي 800 ألف ريال وكذلك مجموع الجانب الأيصر يساوي 800 ألف ريال نلاحظ كذلك الجانبين متساويين نلاحظ أيضا أن هذه العملية قد أثرت على جانب الأصول فقط حيث ترتب عليها زيادة في أحد عناصر الأصول وهو المباني وكذلك تخفيض في أحد عناصر الأصول وهو البنك وبنفس المقدار زادت المباني بـ 100 ألف هي نفسها نفس الانخفاض اللي كان في البنك بـ 100 ألف وبالتالي نستطيع أن نقول أن هذه العملية أثرت على جانب واحد فقط ولم تؤثر على إجمال الجانبين وكذلك لم تؤثر على توازن ميزان المراجعة وهكذا فإن معادلة المحاسبة تظل متوازنة عقب أي عملية من عمليات المنشأة وهكذا فإن المعادلة متوازنة عقب العملية الثانية المطلوب الثاني وهو إعداد قائمة المركز المالي أو الميزانية يتم إعدادها على شكل حرف T باللغة الإنجليزية طبقا لهذا الشكل يتم تقسيم الصفحة إلى جانبين الجانب الأيمن نقوم بعمل عمود لكتابة الأرقام وكذلك في الجانب الأيصر نسميها باسمها اسمها الميزانية ويكتب بجوارها فيه لأنها تعد في تاريخ معين يظهر بالجانب الأيمن الأصول هو الجانب الأيمن من معادلة المحاسبة وكذلك يظهر الخصوم حقوق الملكية وهو الجانب الأيصر من معادلة المحاسبة يظهر في الجانب الأيصر من الميزانية بالنسبة للأصول بالنسبة لحقوق الملكية نجد أنها تتمثل فقط في رأس المال بمبلغ 800 ألف ريال وده كل المبالغ الموجودة في جانب مصادر الأموال ولما نجمعهم هنجد أن الإجمالي 800 ألف ريال يمثل مصادر الأموال هذا الجانب لم يتأثر بهذه العملية وإنما الذي تأثر هو جانب الأصول حيث أن البنك كان به مبلغ 800 ألف ريال أصبح 100 ألف ريال تم تخفضهم ب100 ألف ريال فأصبحوا 700 ألف ريال كذلك ظهر أصل جديد أو استخدام جديد هو المباني بمبلغ 100 ألف ريال إذا تم تجميع هذا الجانب هنجد أنه أيضا ما زال بمبلغ 800 ألف ريال وهي استخدامات الأموال وكما سبق التأكيد لا بد من تساوي مصادر الأموال مع استخدامات الأموال يكفي هنا أن نشير إلى أن بالنسبة لقيمة المبنى فقد تم سداده من حساب البنك لذلك فإن هذه العملية لا تؤثر على مجموع جانبي معادلة المحاسبة حيث تزيد الأصول وتنقص بنفس القيمة لذلك فإن إجمال الأصول والخصوم وحقوق الملكية أو إجمال جانبي المعادلة ظلت كما هي دون تغيير وهو بمبلغ 800 ألف ريال ترجمة نانسي قنقر